الاهلي وإعلانوا عن صفقة يحيى عطيت الله وهي صفقة زهبية تجايب ليفت باك الأساسي للمنتخب المغربي لعم معهم كسعالم خد معهم ربع كسعالم نجمي الوداد المغربي وقتها بقى كده راح تجربة في صوت شوف روسيا كبير كبير جدا وده أفضل خيار في هذا المركز بالمناسبة يحيى عطيت الله كان ورقة بعدة عن النادي الأهلي والنادي الأهلي كان خلاص هيصرف النظر عن يحيى عطيت الله تدخل مين بقى تدخل دينو لمبرتي ده وكيل أعمال مارسل كولر في هذه الصفقة ولعب دور مهم جدا في إقناع نادي سوتشي الروسي بالموافقة على انتقال اللاعب ليه النادي الأهلي بعدها تحرك أمير التوفيق ووضع روتوش الأخيرة والنهائية والتامة في هذه الصفقة عشان تتم بشكل قد يبدو مفاجئ للجماهير المصرية بعد ما كنا تصورنا جميعا أنه الأمور انتهت هات للصورة دي تاني هنا هات للصورة تاني هات للصورة الحلوة اللي انت قلت عرضها دي عشان عايز أقول عنها حاجة مهمة جدا بصوا جماعة أولا أنا أشت قبل كده بالمركز الإعلامي في النادي الأهلي تحديدا الدجتال في النادي الأهلي وفيديوهات تقديم اللاعبين أنا أحب الناس المثقفة اللي عندها زاوية وعندها رؤية التقديمة بتاعتها هيعطيت الله هي تقديمة نفتخر بها كمصريين ليه؟ هم قالوا له أهلا بك في مصرح الأحلام وغنية للست كوكب الشرق أمه كلسوم ويه؟ بص على الصور هتلاقي عظماء مصر عظماء مصر اللي عيني هديجي عليهم يعني مع حفظ الألقاب كلهم محمود عبد العزيز أحمد زاكي طبعا كابتن محمود الخطيب طبعا كابتن صالح سليم هتلاقي فريد شوقي هتلاقي أمه كلسوم هتلاقي صالح السعداني هتلاقي يا عبد صالح الوحش هتلاقي كل الأسماء العظيمة في مصر وعاد الإمام وإكرامي كل الأسماء العظيمة اللي جات في مصر هذي هي القوة النعيمة نادي الأهل قوة نعيمة كبيرة لمصر ويقولوا اللاعب مغربي هذا الفيديو والصور دي تلف في الوطن العربي كله ونقول إحنا مصر مصر بكل هؤلاء العظماء في فيديو تقديم لعب كان ممكن كان ممكن اللاعب ده يتقدم بأي صورة ممكنة عادية بيديو بيتكلم فيه وخلاص يقول أهلا أنا فرحان إنها موجود في النادي الأهلي وخلاص بس الزاوية دي زاوية زكية ومهمة ومؤثرة جدا في كل الوطن العربي مش بس في مصر فبرافو النادي الأهلي على الشكل التقديمي ده وبرافو للناس اللي بتشتغل ديجتال في النادي الأهلي أسكية كرييتف مبتكرين رائعين جدا